قال وزير الخارجي صاني وانيين الصين ستوصل لعيب دور بناء في تعزيز تهدئة التوترات في الشرق الأوسط أدلوان بادي التصريحات خلال محدثة هاتفية مع وزير الخارجيات الإيراني عباس عرقجي يوم الثاني قال وانيين الصين تدعو دائما إلى حل القضايا من خلال الحوار والتشاور وتعرض تفاقم التوترات وتوسيع الصراعات وخوض مغمرة عسكرية من جانبه قال عرقجي إن إيران لا تريد أن ترى مزيدا من التوسع في الصراع وإن بلده مستعدة لتعزيز التواصل مع الصين لتهدئة الوضع من خلال الوسائل الدبلوماسية